سلام. مصطلحنا اليوم مصطلح مشهور بالتحدث. رينجا بيل. اوكي. هذا يستخدم وقت لنا نقول انه هاد كأنه شي ما رأي عليه. كأنه الاسم ما رأي عليه. هالفكرة بتذكرني بشي يبدو مألوف. تبدو مألوفي كزا. بهالمعنى. مستخدم كثير بالتحدث. ملاحظة لطلاب انه هذا المصطلح وبالتالي منستخدمه بالتحدث بس ما راح نستخدمه بالكتابي. اظن ثلاثة امثلة راح تكون كافية انه تطقنه واستخدامه. اول مثال. عادة شخصية ما روفية ملاقف معينة اراء فهي صورته كمان. اوكي. فانا بكره لما حدا بيحكى بشكل سيء عن جوردن بيترسون. تحسن تقول له. اوكي. ففي حدا قال له شخص تاني دخل قال له مين? ها الاسم هاد كأنه بذكرني شي او كأنه ما رأي عليه من قبل مألوف. عنده شي قناة على اليوتيوب? مسلا يعني. هو فعليا عنده قناة على اليوتيوب. مسال تاني مسلا. فقال له الكلاينت يعني الزبون العميل. الزبون كنسل الطلبية. وقال انه راح يتصل بعدين. ففي شخص تاني قال له شو. هالقصة هالحركة هاي العمله يعني كأنه مألوفي بذكرني بشي. تحسسني بشي. I think no one cancels and then calls back again. Remember what happened last week? بتقول له ما بظن حدا يعني بيلغي وبعدين بيرجع بالتصل مرة تتذكر شو صار معنا في حادسي مشابه صارت معنا اسبوع الماضي. شايفين? فشو قلت? That story rings a bell. مسال اخير. بتقول له he's a tall man with long hair. فرد واحد. قال له I don't think that description rings rings any bells with me. أو to me. هاد اسلوب تاني كمان عن الفكرة. بتحسنه rings any ring any bells. اللي هي هادا ذاكرة قاموس كامبرج كمان. ممكن تقول له ring any bells. فقال له هو رجال بشعر طويل قال له ما بظن هذا الوصف والله كأنه ما رئيلي. ما نمارة عالية من قبل. I don't think that description rings any bells. فبعتقد الأمثلة الثلاثة هادون متل ما شايفين. السياق الكلام ممكن تستخدموا بالماضي بالحاضر. ring. بالصير رانج كذا. استخدموا بالتحدث بيبين انه انتم متقنين للغا. ان شاء الله هذا الفيديو مفيد وشاركوه كذا ممكن. The last day of the week and it was it was it was the last day. Yeah sure yeah where is Ahmad from? Ahmad from Egypt. Is from Egypt and tell me more about it. He moved to the United States. إن 2000